وإلى زيارة التي قام بها مؤخرا وزير التربية الوطنية وترقية الموطنة أحمد غزالي أصيل إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمنظمة الأمم الممتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو محمد حسن آدم احتضنت العاصمة الفرنسية باريس أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمعتمر العام لمنظمة الأمم المتهدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وقد مثل البلاد في فعاليات هذا المعتمر وفض رفيع المستوى برئاسة توزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزال أصيل رئيس اللجنة الوطنية الشادية للينوسكو هذا وقد تم التطرق إلى أهمية إعداد الميزانية التسييرية للينوسكو للفترة ما بين العام 2018 وحتى العام 2021 وكذا الصعوبات المتعلقة بحجد الاشتراكات من قبل الدول الأعضاء إلى جانب مسألة انتخاب واختيار أعضاء اللجان التنفيذية لهذه المنظمة الأممية توزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزال أصيل في كلمته بهذه المناسبة فأكد التزام البلاد بالتعهدات والمواثيقة الدولية الخاصة بتعزيز قطاء التربية والتعليم والثقافة وكذا مبادرات البلاد الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة عبر الخطة الوطنية للتنمية